السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى وإياكم طبعاً مثل ما لاحظنا أنه لما عملت Logout بالدرس السابق لما أرجع للتطبيق ما رح يسمح لي أدخل للتطبيق إلا لازم أعمل تسجيل فخلونا نجرب التسجيل أيضاً لين أتصور اللوغين ما عملنا أحنا تجربة إلى gmail.com وهنا نكتب 1-2-3-4-5-6-7-8 هذا حساب سابق مسجل Login آها ممتاز Welcome لاحظ ظهر عندي وظهرت عندي نقاط كلتها ممتاز جداً جداً هنا نحن وصلنا لنهاية الدرس يعني صار عندنا فكرة واضحة كيف نضيف النقاط كيف نعمل عليها تحديثات كيف نستخدم Click Listener Camera Idol نعمل Delete إلها هذا لا تتوقف فقط عند هذا الموضوع يعني ده أمطي كل مراحل يعني إحنا أكثر الأوبرايشن الأوبرايشن اللي تصير هي Read Update Delete وإلى آخره بس أنت حاول تعمل شغلات أخرى يعني خليتك توصل في مجال إنه تقدر تعدل على البيانات تغير بالبيانات تحذر بيانات تضيف بيانات بس تقدر تعمل أكثر فموضوع الـ API حقيقة كان موضوع غامض جداً وأنا لاحظت كثير دورت باليوتيوب وحتى على الـ Udemy والموجودة الـ Paid بفلوس يعني حاول تجرب تشتريها راح تلاحظ إنه موضوع الـ API جداً بسيط يعني مجرد إنه JSON مثل JSON Placeholder أو Weather يأخذها ويربطها عن طريق كيوي يقولك إنه هذا والـ API with JSON بس أنت من تريد تشتغل على أرض الواقع ما راح يطلب من عندك هذه الشغلات راح يطلب authentication system راح تطلب backend خاص يكون عنده database خاص فأكيد أنت ما راح تكون هذا الدرس فقط يكفيك فكان لازم إنه آني أحذر هذه المواضيع اللي يتهمك جداً في موضوع الـ Business إن شاء الله كانت الفكرة واضحة اللي هنا نقول لكم مع السلامة